كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن سعيد على فكرة الميركاتو وتأثيره مع حجم الصفقات وحجم الأرقام اللي دفعت في كتير من اللاعبين اللي تنقلوا من أندية الأندية أو اللجوم حتى جداد من برة تأثير ده على مستوى البطولة على مستوى الكورة على قوة المنافسة يمكن في الفاصل كان كابتن سعيد بيقول لي احنا كنا شافين المنافسة تحت ودي كانت حقيقة طبعا في النسخة الأخيرة من الدولة المنافسة تحت كانت أقوى بكتير جدا من المنافسة على لقب البطولة نفسها الفلقة اللي كانت بتنافس على الهروب من صراع الهبوط الدوري الممتاز به كانت أكتر بكتير وكان فيها أندية كبيرة وأندية شعبية هل الصورة ممكن تختلف مع الميركاتو ده هل ممكن نشوف أن المنافسة فوق هتبقى أقوى هتبقى أفضل من المسم الأخير وده كان السؤال ونسمع رد كابتن سعيد عبد العزيز زي ما حضرت تقول احنا السنة اللي فاتت يعني مش عايزين نقول الدوري يعني مش عايزة أقول يعني كلمة كبيرة أن الدوري كان خداع بمعنى أن أنت نادس زي مالك الأمور كانت ماشى معها بشكل كويس نتيجة أن معظم الفرق لو عدناهم حتى كده مع بعض هنقول استر كامباني جونة المقصة المقاولين غزل المحلة إسماعيلي أمبي السراميكا قاعد بأربعة أو خمسة بونت البنك الأهلي الاتحاد السكنديي مصري عادي 11 فرقة كانوا قريبين من الهبوط فمعنى كده وعندهم إمكانية كان لعيبة زي الاتحاد المصري فيها في عندها السراميكا مقاولين العرب الجونة ودي مفاجأة طبعا نزول الجونة طبعا يعني متوفر إمكانية كبيرة جدا هل أنت ما كانش عندك لعيب لا جبنا لعيبة وكان دفعين فلوس ودفعين فلوس كويسة لكن يعني باني أن الدوري مش قوي بجد يعني أما أن الدوري مكانش قوي الدوري كان قوي تحت نحن كنا بنسانة المتشاط مين هيلعب مين لكن السنة دي ظهور عدد كبير أو انتقلات اللعيبة ووجود رجوع كابتن إهاب جلال طبعا المصري بعد فترة محتاج مش عزي أقول لك نحن كنا بنتكلم على أن هو محتاج يرجع تاني نفسين أو يزبط نفسه من أول وجديد فلازم هيجيب لعيبة تشير نادي المصري يمكن موجود كامل أبو عالي موفر له كل الإمكانيات الحجة محمد بصالح نفس الكلام في الحدس خندري عملين انتقلات كبيرة جدا المحلة جايبين لعيبة كويسة معظم الأندية اللي هتعاني اللي مشترتش بالذات اللي طلعوا الداخلية أسوان الأندية اللي صعدت أسوان عمل مركاته طبعا كابتر ربي عسين طبعا مدير فني لغوا برا عليه اسم طبعا تريد مارك زي ما بيقوله مع عيسم عرابي عمل صفقات برضه ووصلت أعتقد أسوان يوصل عشرين صفقة تقريبا لغاية دلوقتي تقريبا عشرين وهم عندهم كمان المستشار الشافعي حاجة يعني عمل زي الجند المجهول يعني تراهن على أسوان السنة دي يبقى حصان أسود للبطولة أتمنى لأنني كنت مسك كيمة وعرفت كومية أسوان لما كنت في أسوان يعني الناس بتعشي أسوان أتمنى زي ما يقول عليهم أنت مسيح النيل أتمنى استند إن شاء الله مع كابتر ربيع يعني حتى كمان أهلوية أنا أسوان دايما من الفرق يعني يعني معرفس فيه حتة كده أحبها فيه حتة متعاطف معهم يعني دايما بحس أنه لا أنا أريد أسوان على الأقل يفضل في الدوري أو يبقى ملأندية اللي يعني مستقرة في الدوري ما يفضلش يطلع وينزل يطلع وينزل الطيبة أسود أحمد اللي موجودة في أهل أسوان ده طيبة وكرم لأنني أقول حضرتك كنت مسك كيمة فلما كنت مروح للأستاد عشان أمررني فكنت مشوف بقى بقى جمهور أسوان أي مش ممكن أكابتر أحمد على طيبة فتمنى إن شاء الله السنة دي تحيى الأهل أسوان ناس يعني فوق العشرة على عشرة يعني أنا بحب أهل أسوان جدا فأنا تمنى تمنى إن شاء الله بإذن الله الدوري السنة دي يبقى يظهر بشكل كويس وأكيد هيظهر بشكل كويس لأن زي ما بتقول الانتقالات في محلها صحيح